تطبيق ميت جيرني أو موقع ميت جيرني اللي بيحول الكلام لصور كيف يعني مثلا مثلا أعطيكم مثال خلينا نتخيل مع بعض بي أفتح كوفي شوف أنا مساحته 100 متر مربع بدي تصميم عصري وفيه كراسي على الواقف فيه جزاز كتير عنصر الشمس داخلي عليه على آخر ممكن تصمم لي صورة عن هذا التخيل تفضل بكل سهولة وبساطة وخلال 60 ثانية بيحول أي فكرة عندك من نص إلى صورة طبعا هو لسه فيه تحديثات ولسه فيه بداية مشواره وأكيد ممكن يكون أفضل بعد ما نزلت الفيديو عن هذا التطبيق لقيت أنه كثير ناس مستصعبين في طريقة استخدامه ومحتاج تنزل تطبيق اسمه ديسكورد وداخل ديسكورد تعطيه أوامر وتدخل على قناة القصة فيها شوية غلبة فحبيت أسجل هذا الفيديو لأي حدا متغلب كيف أنت تستخدم تطبيق متجرني إيش الكومانز أو الأوامر اللي تستخدمها لما تطب صورة وإيش الأوامر اللي أفضل تستخدمها عشان تأخذ صورة واقعية أو صورة مختلفة رح أساعدك في بعض الأمثلة ونطلع على كامل عملية استخدام متجرني الذكاء الاصطناعي بيخوف وين رايح فينا أنا بنفس الوقت بتحمس بنفس الوقت على أعصابي مش عارف وين الدنيا رح تروح ولكن أحب كثير أتابع كل ما هو جديد متأكد أنتو كمان خلونا مع بعض نجرب نسوي كساب ديسكورد وحساب متجرني ونشوف كيف ممكن ناخد كل هاي التجربة أول خطوة في مسيرتنا بنا نروح على تطبيق ديسكورد لا ما رح نروح على تطبيق متجرني أول تطبيق ديسكورد بيستخدمه كثير ناس بالألعاب في العملات الرقمية كان له استخدامات كثير في أيام العملات الرقمية تطبيق تواصل بشكل عام بتسجل بالإيميل وتعمل كلمة سر وبتدخل شبيه بالواتساب ما بدأ أقول شبيه بالواتساب خليني أعمل لوج إن على الدسكورد تبعي أفرجيكم شوي كيف شكله وكيف نتعامل مع متجرني داخله خطوة الأولى إذا أنت لسه عم تبلش نزل الدسكورد سواء على هاتفك النقال أو على الكمبيوتر وخليك معي طبعا هذا هو تطبيق ديسكورد الخاص فيه هاي المجموعات اللي أنا داخل عليها هاي ديسكورد بيكون منظره هيك عندكم بس بيكون فاضي ما عندكم مش داخلين ولا مجموعة أول سؤال طبعا من وين أجيب كيف أدخل على مجموعات وكيف أدور عليها ما في داعي تبحث عن أي شي رح أترك لك رابط في الوصف تدخل عن طريقه على المجموعة فبطلع لك هنا دعوة لدخول الرابط accept invite وبتصير أنت في مجموعة متجرني داخل الدسكورد يعني أنت عم تستخدم يعني مش عارف كيف حتى أوصفها تطبيق داخل تطبيق يعني شوي غريب الموضوع هيك متجرني بدين ممكن يكون لدي قنوات أخرى مثلا أنا هون بستخدم أداة للفيديو اسمها ديسكريب أحيانا بلاقي مساعدة هون مشاريع أخرى في العملات الرقمية يعني برنامج من خلاله بتقدر تعرف إيش عم بصير في بعض الشركات متجرني عم بستخدموه لإنشاء الصور مثل ما انتم شايفين إذا أنت مستخدم غير مدفوع يعني إذا أنت ما بدك تدفع أول صور تكون مجانية متجرني بيعرض أنواع مختلفة من الإشتراكات عنده إشتراكات مدفوعة عنده إشتراكات مجانية صراحة جربت الاثنين بنصحك أنت كتجربة مسموح لك تعمل عشر صور كفاية إذا أنت ما عندك أي تطبيق عملي ما في داعي تشترك هلا إذا عندك استخدامات كثير و بتشتغل في المجال أو محتاجة و ممكن تستخدموا في مجال عملك موضوع تاني مستاهل العشرة دولار هنا بصير في فرق بسيط بالدسكورد مهم تفهموه أنا حالياً كمشترك مجاني بدخل على واحد من جروبات اللي مكتوب عليها نيوبيز المستخدمين الجدد في داخل هاي اللي جروب أنا بطلب صور مع ناس آخرين يعني في غيري عم بطلب صور وطابور باستنى دوري يعني أنا مش ملحق على أصلاً نتائج للناس قاعدة تطلبها الحلو في هاي المجموعات انه انت بتقدر تشوف أعمال الأشخاص الآخرين والنتائج والكلمات اللي بكتبوها لانه تأثير كل كلمة بيعطي نتيجة مختلفة فهو وسيلة انك تتعلم فبداية ممتازة انك انت تعرف كيف تتعامل هلا طبعاً احجي لكم كيف رح نتعامل مع الجروب ايش ندخل وايش نكتب بالكومانز و رح نعمل أمثلة مع بعض هذا مجرد لكي تفهم الفرق بين المدفوع والمجاني عندما تكون مدفوع يكون هناك تطبيق لك ويقول معك فقط فهنا إيجابية إذا أنت مستعجل لا تستطيع تستنى وبدأ تأخر نتيجة أنا صراحة أشترك لمدة شهر لكي أستخدمه للمحتوى الذي يقوم بعمل وبعد ذلك سأوقف إشتراكه إلا إذا وجدت له استخدام في العمل أتوقع ممكن جداً موجود الاستخدامات سنجرب مع بعض الأشياء عملية ستنصدمون منها لن نتحدث عن صور كرتونية للألعاب الاستخدامات رهيبة دعنا نرى مع بعضين مثلاً هاي واحد هون يحاول يعمل ويبسايت يعمل ديزاين لويبسايت هلأ أكيد هم رح يتكي التفاصيل بس الألوان والتناسق والسوق يعني شغل 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 حلو رح أفرجيكم طبعاً خلينا نبدأ بشرح بسيط عن طريقة الاستخدام بعدين مع بعض نسوي أمثلة الشرح هذا موجود رح ترك الرابط للشرح احنا منحط إيماجن الطلب اللي بنا نكتبه نكتب سلاش إيماجن بالطريقة هاي وبعدين بعد الفراغ بنا نكتب الوصف للصورة اللي بنحكي عنها رح نستخدم أوصاف تلفة خلال هذا الوصف ممكن تضيف كومانز تانية تحسن من جودة الصورة رح أحكي لكم بعض الأمثلة في نهاية الفيديو بعد ما ندخل الكومانز بطلع عندي أربع صور مثل ما انتو شايفين في الدسكورد كل شخص عم بطلع عنده أربع خيارات عادةً هاي الخيارات مختلفة comptly ممكن هدا المثال هو الكثير واضح 그러니까 أربع خيارات يعطيك أربع خيارات من هذه الأربع خيارات ستوجد العامل ك Berlinkي ت buenas الصورة هناك بكون مختلفة wanted to look at 1 بقيم temperament وتكمر38 أو مضغط على هذا السهم أنه يعطيك أربع خيارات جدا أو أنك مختلفة بأنا نكونة أربع صور جدا بناءً على أحد بنية هذه الصور مشابهة لأكم هذه الصورة مثلا أنك تعجبت ل Lakeراتة رقم 4 وaraus glandتكโอ Eunice تبدو هذه الصورة الكبيرة في هذه الصورة يمكنك أن تكون هذا التصوير من جديد إذا كنت أريد أن تريد التعديلات أو تعديل بسيط أو تعديل كثيف ولكن لسه في مرحلة البتا، والتستنغ، فهذا كله تجرب تستطيع أن ترى هذه الصورة في الوебسايت وتقوم بتنزيل وتستطيع تقوم بتحديد الخصوص هذه بإختصار طريقة استخدام البوت، فإن يحصل في الشطارة، ما سننكتب بعد كلمة إيماجين سأدخل على تطبيق ديسكورد، سأدخل كأنني لا أشتراك دائماً ننزل لآخر التطبيق ونكتب سلاش إيماجن ونبدأ نتخيل مع بعض ونطبط حبيت أبدأ معكم من الصور اللي أبهرتني صراحة على تطبيق ريدت لاحظت هذا الشخص استخدم كوماند معين وطلع هاي الصور يعني هاي الصور لو تقول لي تشوفها بالحياة وتشوفها على الإنستغرام مستحيل تصدق انه هاي الصور مش حقيقية الواقعية فيها مش عادية وزلمة شارك الكوماند اللي استخدمه فأنا بدي أعطيكم صورة واقعية مستعين بالكوماند اللي هو استخدمه هو استخدمه كان أيامها النسخة الرابعة هلأ هنمشتر عن نسخة الخامسة خلينا نشوف شو بطلع معنا وعم تتكون 78% اقتربنا من نتيجة بتذكركم هاي الصورة اللي كانت موجودة وهذا اللي طلع معنا هاي النسخة الخامسة من الإصدار شوفوا التفاصيل شوفوا التفاصيل مش 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 عادي طبعا مثل ما قلنا بقدر أختار نسخة منهم أنا صراحة عجبتني النسخة هاي اللي هي النسخة الثانية واخدها كبيرة جميلة جدا الصورة دقة في التفاصيل وقعية مش عادية كله باستخدام كوماند بسيط رح أتركلكم إياه في وصف الفيديو خلينا نجرب نغير على هذا الكوماند نطلع وجهه مثلا عربي ونشوف شو بطلع معنا منبلش بإماجن أنا باستخدمه نفسه بس رح أشيل إنديان فيليج ومن وأحط بالستينيان ومن إمرأة قرية فلسطينية مش إنا فرست ليش بالغابة إن يافا فإحنا الطلب إماجن نفس طلب الشخص اللي في ردت غيرنا عليه لإمرأة فلسطينية في قرية يافا هل ممكن يطلع معنا النتيجة ونصدم أنا مش عارف ما أتوقع صراحة هل بيتمكن من إنه يكون هاي الصورة هيك لازم هاي بدها هاي بدها درمز طبعا رح ياخذ وقت بل لشت تتكون الصورة صراحة 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 أتوقع النتيجة رح تكون قوية 62% واو واو قدرة جهزة في شعور هون أنا مش شايف إنها كتير حقيقية ولكن الملامح واللبس وال يعني النظرة النظرة فرسطينية واو واو صراحة واو أنا ما بعرف أي واحدة عجبتكم تركوا لي في الكومنتات صورة رابعة جميلة جداً دعنا نكبرها نقدر بعد ما نكبرها نصدرها في ملف ونحملها على الكمبيوتر وجهزة الصورة صراحة تفاصيل ولا أروع النظرة في ممكن شوية شعور بعدم الواقعية في المنخار وأتوقع إذا منعدل على الصورة بطلع معنا نتائج أفضل نجرب تجربة تغيير بسيط في الصورة شو بطلع معنا نتيجة هذا خرّب لنا إياها لا يا زلمي لا أستنى 35% لسه قيد الإعداد هذه بعد التعديل صارت صراحة أشبه باللوحة أقل واقعية من النسخة هذه بالنسبة لأيلي طبعاً الذكاء لست لا يمكنك تجرب 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 لكن النتائج صراحة مبهرة دعنا نرى تطبيق ثاني بعيداً عن الفم وفن بعيداً عن الصور كثيراً في كومانز ممكن تستخدمها وكل واحد يولد عندك نتيجة إذا بهمكم بسوي فيديو خاص بالكومانز على ميت جيرني لأنه عالم وبحر كبير ما مش حابب أمل للكم نحاول نعمل تصميم داخلي لمنزل نعتبر أن أنا عندي منزل بمساحة معينة رح أحاول أغير تصميم منزلي على ميت جيرني واشوف النتائج بتطلع معاي وأستخدم بعض الكومانز اللي ممكن تكون مفيدة لإلك إذا كنت حاببت تجرب بالكومانز وتتعلم أكتر كل هذه المعلومات موجودة سأترك لكم الرابط كيف تختار ستايل معين دعنا حالياً نجرب إنصم من بيت ماذا الكومانز اللي بدي أضعه؟ طبعاً أنا جهز إيماجن حطيت منقاسات الغرفة طبعاً أنا أجرب معاكم أنا لا أعرف كيف سأخرج معي هناك تلفزيون نحن لدينا في البيت خمسين إنش هناك صوفة لونها حابب أسوي تصميم جديد أعطي وجهة جديدة ممكن بإستخدام الأشياء الموجودة ويضيف عليهم هو أفكار معين شرحت له الموقع الشباك وضفت كومانز تنتين مهمين جداً داش داش في لأي نسخة من الإصدار حاب تستخدم أنا مش متأكد إنه الإصدار الخامس شغال لكن سأجرب على الإصدار الخامس حالياً المعلومات أغلبها إنه طلع الإصدار الخامس وبعدين داش داش كيو هاي بتضيف الكواليتي عندك تيار من واحد لخمسة طبعاً كل ما أنت ضفت كواليتي كل ما أخذ وقت أكثر دعونا نرى ما يظهر معنا وهي التصميم بلش يبين 31% العملية تأخذ أقل من دقيقة ما بعرف تأثير السرعة بسبب الاشتراك وهون لدينا التصميم جاهز طبعاً جماعة التصميم الداخلي لا تخافوا التصميم الداخلي ما هنا ستظلها دائماً موجودة لكن شوف الأفكار طبعاً أنا وصفت أنه زجاج ما في عندي هذا الخضار والمنظر الجميل بس عم بجمل الصورة ولكن أفكار حلوة إضافة امراي هون التلفزيون داخل نكشة وأي صورة منهم أنا ممكن أخذها أخذ بينها أفكار اللي منزلي ممكن أنا هذا ضويع جبني ممكن طريقة طبعاً في عناصر كثيرة هون أنا ما بقدر أسويها يعني طريقة عمل السقف هاي اللي فيها تفاصيل ولو بأخذ الصورة الكاملة وبأخذ نظرة اللي نفرض على الفرجن الثانية شوف شو بطلع معا هاي الفرجن الثانية جميلة جداً طبعاً هذا العمل في السقف هذا إذا كان بيتي وأنا بني أكيد وهذا الشباكي بهذا المنظر أكيد مش موجود عند الجميع ولكن شوف طريقة بسيطة لأخذ أفكار لتغير قصبين منزلك الإمكانيات في متجيرني لا ما إلها نهاية بتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو رح تركي لكم فيديو بيكي عن تطبيقات مفيدة لشات جي بي تي وفيديو بشرح عن طريقة عمل الإعلانات على منصة إنستغرام متمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو إذا أعجبكم بالله يدعمونا بزر لايك فرصة سعيدة وشكراً على متابعتكم